لنضرب مثالا بمريم عليه السلام مريم عليه السلام كانت يتيمة وكفلها الله زكريا وكانت تعيش معه في البيت وكانت تتعبد أمام الله تعالى في محرابها ومن أجل هذا التعبد يرزقها الله تعالى من حيث لا تحتسب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ما أقوى هذا الإيمان لا تزال طفلة صغيرة لكنها تستشعر عظمة الله وتؤمن بالله سيمكنها هذا الإيمان أن تقوم بدورين رئيسين الدور الأول هو أنها تستطيع أن تقف أمام طوفان الشهوات وهي مراهقة في فترة المراهقة فيتعرض لها جبريل عليه السلام في أحسن صورة فتمثل لها بشرا سويا ماذا قالت؟ تصور أن امرأة تعيش مرحلة المراهقة وهي تكتنز جمالا ويتعرض لها إنسان في قمة الجمال في مكان ليس فيه أحد سيتدخل الإيمان هنا بقوة وتصرخ في وجهه تقول أعوذ بالله منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ولم تقل أنت سيأتي الغلام منك لكن لماذا لم تقل هذا؟ لأن لا يزال الإيمان هو الذي يحكم الموقف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا لا يمكن كيف؟ أنا لست بغية أنا مؤمنة كثيرا ما تسقط فتياتنا في هذا المنزلق فتعجبها الإبتسامة وتشدها النظرة وتفتتن بالمكانة بسيارته الجميلة ببيته الراقي بصورته الفاقعة بحديثه الحلو إلى غير ذلك فتنهار لماذا؟ لأن الإيمان في تلك اللحظة كان غائبا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ثم إنها ستواجه قومها ستواجه طوفانا من المجتمع يضع لهذه الفضيحة أكبر العار كيف لفتاه ليست متزوجة أن تأتي بغلام قالوا يا مريم في الآية يعني في الآية فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا في تلك اللحظة سيتقدم الإيمان مرة أخر إنها مواجحة مجتمع المجتمع للأسف الشديد كثيرا ما يرد بعض الناس عن الحق لأن سلطة المجتمع قوية وقد أجريت مسوحا بيانية عند عدد كبير من الناس فتبين أن المجتمع يمثل ثمانين في المئة من ثقافتهم وسلوكه الذي يصوق شخصية الإنسان اليوم هو المجتمع للأسف الشديد ولذلك يمتلك سلطة على الناس فيه المجتمع يمتلك سلطة على أفراده فهو على رأي الأحناف عام قطعي الدلالة على أفراده يعني متحكم في أفراده بطريق قطعي لكن الرجل الذي يكون هو فاعلا في المجتمع المجتمع يتأثر به المؤمن فقالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فاستطعت في مثل هذا الموقف الحي أن تحتفظ بإيمانها وجذوة يقينها لم تستطع نساء مصر أن يتماسكن أمام هذه المشاهد كلها لم تستطع امرأة العزيز أن تتماسك أمام يوسف عليه السلام وهو غلام يعيش في قصرها وهي من الطبق الأرستقراطية كيف تنزل اجتماعيا إلى مستوى غلام يعيش معها في البيت وليس هو من الأعراق النبيلة ولا من الطبقات العليا في المجتمع ولذلك أمام الجمال تنازلت عن كل تلك الطبقية والجوانب الاجتماعية العلاء فهبطت لأنه لم يكن الإيمان هو الذي يحكمها فهبطت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك نساء مصر استنكرنا فرفعنا شعارا تدخل المجتمع الآن المجتمع الذي يحكم بالعار ويستنكر أن تكون امرأة من الطبق الأرستقراطية تنزل إلى مستوى غلام يعيش معها ليس لأنها خالفت أمر الله ولا لأنها ارتكبت حراما لكن لأنها هبطت اجتماعيا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وهي تعلم أن المجتمع الذي يحكم غيرا هي تعلم أن المجتمع الذي يرفع شعارا اجتماعيا وليس دينيا يمكن أن يهبط أيضا وليخترق ولذلك كانت مدركة أن هذا الوضع أن السيناريو القادم سيكون متحققا كما رسمته فعدت لهن متكئا وسكاكين ايش درها أن يتقطع إيديهم ما الذي أدراها أنهن سيقطعن أيديهن ولكن هي تعلم واليوم في العالم الذي نعيشه العالم الغربي الأخلاق كلها أخلاق نفعية براغماتية لك أن تتنبأ من الآن هل هذا الشخص سيتعامل معك بطريقة جيدة أو لا يتعامل معك بطريقة جيدة ولذلك سأعطيكم بعض التفسيرات قبل قليل حتى يتبين لكم حقيقة الأمر فلما دخلنا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم هذا ترى ملك يعني من الملائكة لكن مريم تعرض لها الملك الحقيقي ولم تسقط وهن سقطنا فإذن الإيمان هو الذي يحكم تصرفاتك في الحياة وهو الذي يحكم علاقتك بالإنسان مهما كان فلا تتردد